مهم جدا أني أنا أتحمل مسؤولية دراسة كلمة الله أنا المسؤول لأن الكتاب المقدس ودرسته أهميتها القصوى بتلخص في الثلاث حاجات أستأذنك أقولهم في آيات كتابية بسرعة أول حاجة دوره في حياة المؤمن أنه بيقوي إيمان في رومية عشر سبعتاشر بيقول إيه إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله يعني بدون كلمة الله مش هيكون عندي خبر وطالما ما عنديش خبر ما عنديش فكرة إيه هو أنا مش هيكون إيمان وفي نفس الأصحاح لما بيتكلم على كل من يدعو باسم الرب يخلص طب إزاي يدعو ما حدش سمع عنه فاديهم كيف يسمعون بلا كارز وكيف يسمعون بكارز وكيف يكرزون إلا من يرسلوا فهنا أهم حاجة أنه تمكن الكلمة المؤمن من إيمانه الحاجة في عبرانيين أربعة تنشر الكلمة الله مع المؤمن بتعتمد زي مصفاة بتكشف أنا بحب جدا المزمون من 1929 لما بيقول إيه اختبرني يا الله وعرف قلبي انتحني وعرف أفكاري وانظر إن كان فيي طريق باطل واحديني طريقا أبديا هنا عبرانييني أربعة تنشر لأن كلمة الله حية فعالة بتعمل إيه بتختارق إلى مفرق النفس والمخاخ وتميز أفكار قلب وتميز نياته أزول وكل شيء مكشوف وعريان كل شيء مكشوف وعريان الحاجة التالتة الكلمة ودراسة كلمة الله بتجهز المؤمن إنه يكبر في إيمانه يتغذى ما نفعش يكون واحد لسه مولود بيبي ويترك بلا غزاء هيموت اشتركوا في القناة